موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حبايبي؟ طلاب الصفة العشر اليوم بدنا نأخذ الدرس الرابع الدرس كثير سهل وكثير بسيط يعني نأسهل الدروس في الوحدة الأولى أسهل من الدروس الثلاثة الأولى هناك إشارة الإقتران يلا خذوا نفس اهدئوا استرخوا وخلينا نأخذ مراجعة سريعة للوحدة الأولى كل شيء أخذناه بالثلاثة دروس يش أخذناه أول درس يا حبايبي إيش كان اسمه؟ يلا عشان نجهز حالة الامتحان إيش كان اسمه؟ على الإقتران على الزوجي إيش كمان؟ والفردي صح؟ وقلنا يا أبطال إن الإقتران الزوجي شو قلنا ميزة الإقتران الزوجي هذا؟ قلنا إذا منعوض جوا يا حبايبي سالب هي قاف السالب سين شو يساوي؟ زي قاف السين زي ما كأنك عوضت وحط علي ملاحظة إن شو دائما تكون القوة تكون القوة شمالها زوجية والإقتران هذا متماثل حول محور حبابي متماثل حول محور الصادات هذه هي خصائص الإقتران الزوجي تمام؟ في عنا مثال جبر ومثال عددي بتأخذ سين تأخذ سهل بسين لو أخذنا مثال هل سين قوة 4 ناقص سين تربية زوجي؟ بأخذ قاف السين اللي هي سين قوة 4 ناقص سين تربية ووأخذ قاف السالب سين اللي هي سالب سين قوة 4 ناقص السالب سين متنساش حطها جوا القوة التربية لاحظوا من القوة الزوجية شمالها بطاير السالب فبتصير هاي سين قوة 4 وهاجو بتصير سين تربية هل هاذ زي هاذ مع مية بالمية ذا شو منقول عنا إقتران زوجي؟ تقدر تأخذ بمثال عددي؟ أكيد تقدر تأخذ بمثال عددي وحكينا عن نوع ثاني من الإقترانات شو اسمه؟ الإقتران الفر 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 وقلنا الإقتران الفرد شو بتكون في القوة يا حبابي؟ تكون القوة في فر فردية وديروا بالكم قاف السالب سين شو يساوي؟ سالب قاف السين كمان مروا بطلع نفس الجواب بس اللهم يوم ما بعوض حبابي جوا سالب بطلع نفس الجواب بس اللهم اضروف في سالب من بره كيف يعني؟ لو أخذنا مثال اثبت أن سين تكيب زائد واحد شو ما نقول له فردي دك تأخذ بمثال عددي؟ خذ قاف مش متجتة جبري بتقدر تأخذ جبري أكيد حقك تمام؟ قاف طبعا هون خلينا نقول سين سين تكيب زائد سين أنازم قاف السالب واحد ومُمخذ أكيد قاف الجواب مع هائه لم يقون الرحلة ن Gast不会gt مجدًا في السالب سالب واحد السالب واحد سالب واحد سالب واحد تكيب سالب واحد سالب واحد ما بيقفت لي؟ سالب اثنين ثانيا سلبي تأخذ الواحد قاص بإدوية تكيب بذلك سلبي هل هذا نلص الغريج جواب؟ نعم بس اللهم شو الاختلاف في شارت السالب وهو المطلوب إذن اقتران شماله فردي وهذا كان درسنا الأول وما تنسى لنا الاختران الفردي إذا تقطع عليه ملاحظة وين متماثل هذا متماثل حول نقطة الأصل يعني هيك يكون متماثل هون حوالي نقطة الأصل إذا أنت مناسي الاشي هذا ارجع للدرس شانتكون جاهزة لامتحان 100% طيب واخذنا الدرس الثاني اللي هو تمثيل الاقترانات بالإن بالانسحاب كيف يعني انسحاب نأخذ مثال لو عندنا قاف السين يساوي سين تكعيب زائد اثنين تمام هاي اقتراني حبايبي اسمه سين تكعيب هذا هو شكله هذا اسمه سين تكعيب واحد قال لك زيد عليه اثنين هاي حبايبي تزيادة وين بترفعه؟ ترفعه للصادات هون ترفع قد للصادات مقدار درجتين هاي رفعته لاثنين طيب واحد تاني قال لك بدي قاف تمام السين زائد اثنين وشو هاي كانت جوه القوس؟ جوه القوس يا حبايبي زائد وين بروح على اليسار ممتاز مش على اليمين اصحك على اليسار بروح على اليسار خطوتين طيب البعض ها لو أعطاك قاف السين ناقص اثنين سين ناقص اثنين بروح على اليسار خطوتين هاي على يمين خطوتين تمام؟ طيب بالطريقة هاي طيب لو اعطانا هون أنا أخر واحدة قاف السين ليساوي سين تكعيب نقص اثنين تمام بالطريقة هاي مزبوط طبعا انا انا اسف هاي الاقتران اسمه ايه سين تكعيب تمام الاولى اسمها قاف السين بدي ازي بدا رفع خطوطين بقول سين تكعيب زايد اثنين الاقتران سين تكعيب لحال ما دي اكت خربته بنقص ايه اثنين من بره هاده مش جوه القوس بره بنزلها ايه مقدار خطوطين فهيك بتصير وكذلك يعني اخذناها بس هاي مراجعة سريعة سامحوني هون بس سين تكعيب طيب اللي بعد اخذنا ايه درس التالت اللي هو تمثيل الاقترانات بشو باستخدام ايه باستخدام الانعكاغ والانعكاس كيف يعني باستخدام الانعكاس حبايبي يعني لمن بزير شمال او الفوق بيصير تحت فكمان مر فوق بيمين وشمال طيب ناخذ مثال لو بنا ناخذ ابطال اللي هي سين هاي الاقتران سين نكون حافظين وحفظته حفظته ما حفظته على شفر جالك هاي الاقتران سين هايو بالاسود هاو وقال لك بدي ايه بدي اعكس لي هاي بدي عكس الاقتران هاو في محور السينات كيف بدي اعكسه في محور السينات بقول شو بقى اضربه اذا بدي اعكس لي محور السينات يا حبايبي اذا بدي اعكس لي محور السينات باضربه في سالب من بره هاي بقول سالب قاف السين من بره شايفين بره بتاكس وين في محور السينات يعني اللي فوق شو بيصير بيصير تحت هيطلع هون هاي بالأزرق فوق بيصير تحت والتحت بيصير فوق بيصير هيك الأختران شكرا هذا اسمه سالب سين طيب واحد قال لك بدي تأكس لي يا وين في محور الصادات هيأكس في محور الصادات في محور الصادات يا حبابي بحقول قاف السالب سين من جوه من جوه السالب تمام وهي هون أخضر يعني أخضر السالب سين راحظوا لما تلعكس على الصادات اليمين بيصير شمال راح يعطيني نفس الرسمة هاي عجل على اقتران السين إنه نفس الانعكاس سواء أعكسته في السينات أو أعكسته في الصادات ورح يعطينا نفس الجواب تمام مهمش تكونوا فاهمين الفكرة طيب لو واحد تاني قال لي بديك تأكسه ايه بالطريقة هاي نأخذ اقتران ثاني نأخذ الاختران يا حبابي اللي هو خلينا نقول سين تكعيب زائد واحد هاي سين تكعيب زائد واحد طلع هون هاي واحد وهاي سين تكعيب زائد واحد هيك شكل الاختران هاجه واحد قال لي اعكست ليه في محور السينات شو بأعمل طلعوا شو بأقول بقول قاف في محور السينات بضربه في سالب من بره هاي سالب قاف في سين ويسالب بضرب السين من بره بصير سالب سين تكعيب زائد ايه هاي طلعوا كيف سالب بفتح قوة سين تكعيب زائد واحد واللي هي بتصير سالب سين تكعيب ناقص واحد هاي هي ايش يعني بعمل اللي فوق شو بيصير بيصير تحت يعني هاي هيك بتصير طلعوا هاي هيك وهيك هاي انعكست طيب لو عكست من جوة القوس طلع من جوة القوس كديش بتفرق يا حبابي هاي قاف السالب سين تمام قاف السالب سين يا باجي بقى اطلع طيب يلقاه في السالب سين عم نحط بدل السين ايه سالب من جوة سالب سين تكعيب زائد واحد شو بتصير هاي طلعوا سالب سين تكعيب زائد واحد هون يا حبابي ايش بدي اعكس هانا الانعكاس كان لجوة بدي اعكس على محور ايه الصا الصادات ومن هاي الطريقة شو بتصير ام بدي اعكس في محور الصادات هاي سالب سين تكيب بيصير هيك بزائد واحد كمان بنفس ايه الطريقة باعطينا بنفس الطريقة تمام طيب تمام بدي اعكس في محور الصادات يعني صارت هيك اوكي هون بدي اعوض واحد با هون مش لازم صار لازم تيجي هون هاي متكس في محور الصينات ها تمام هاي هيك بتصير الحمران ياسف حقكو علي هون بتصير الاحمر هون الازرق لفوق صاح محل الاحمر والاحمر هيك بدي يصير تمام هاي الاحمر هاي هي ايش سالب سين تكيب زائد واحد سامحوني بالطريقة هاي لازم تطلع الاحمر الصحيح لنها السالب واحد لازم تكون مصفر تمام معنى هذه الفكرة اللي كانت مراجعة سريعة خلينا نخذ على اشارة الاقتران طيب نطلب على نشاط واحد طيب نجي نطلع هون تتم وزارة التجارة والصناعة بتحسين الوضع الاقتصادي ودعم التجارة في فلسطين ابو ياسين تاجر احذية ينال خاصميات على المستحقات المترتبة عليه نظرا لالتزامه بواجباته اتجاه الوزارة طلب ابو ياسين من محاسب المحال التجارية تزويده بالوضع المالي لاحداها في خلال السنة السابقة فقدم له المحاسب الوضع المالي كما في الجدول الآتي هي حبايبي الشهر ماعطينا هون وماعطينا هون الوضع المالي اضع حساب فالكانون التاني كان الحساب سالب موجب 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 سفر يعني لا ربح ولا خسر هنا خسر خسر ربح 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 بعدها ولا خسر ولا ربح بعدها خسر أن الأشهر ربح في المحال فيها هاي هون الأشهر شباط وآذار ونيسان وآب وقيلول وتشرين الأول هذو اللي ربح فيهم أن الأشهر اللي خسر فيهم المحال اللي خسر فيهم المحال كانون التاني حزيران تموز وكانون الأول هذو اللي خسر فيهم ماذا نستنتج عن الوضع المالي في شهر أيار وتشرين التاني هاي أيار حبايبي هون وهي تشرين التاني هون شو بستنتج أن المحال لا ربح ولا شو ولا خسر ولا خسر لا ربح المحال ولا خسر فضلوا إيه زي ما هو طيب أوكي وناقش هل الجدول يعطي صورة شاملة عن الوضع المالي للمحال يعني تقريبا نعم طيب بدنا نأخذ الحين أنواع للإشارات ما بدي أمشي بطريقة الكتاب يعني في الدر الصاف بنعطيكوا طريقة بس تمشوا عليها عشان نحدد إشارة الإقتران بالتعويض بنعود جوا الإقتران بتطلع موجب موجب وبتطلع سالب سالب وهذا بكون أحسن أولي شي طيب أولي شي إشارة الإقتران الثابت أعطي أمثلة الإقتران الثابت شمالها سالبة كاف السين خذ مثال على كاف السين أعطينا إقتران مثلا خمسة حر أنا إشارة شمالها موجب هل السين خذ أي إقتران يحبب في حياتك ثابت وسلزم يكون هاي مثلا ستة أو تلاتين خذوا هنا سالب وهم إشارته شبنا نحطها سالبة حر زي ما بدك أن تعبيهم إذن إشارة الإقتران الثابت هي نفس إشارة A G إذا موجب موجب وإذا سالب سالب أسهل إشي بالطريقة حاية وهذا المش راح يجيكم في الامتحان طيب تمام نشوفها الحين تانيا إشارة الإقتران الخطي نتطلع هما بعض على إشارة الإقتران الخطي قال لك يبين مشكل المجاور منحن الإقتران الخطي ثلث سين ناقص اثنين طيب طلعوا هاي المنحنة تبعا هذا يسمه سين وهذا اللي فوق شو يسمه صاد طيب نقطة تقاطع منحن الإقتران مع محور السينات وانقطع محور السينات هون إذا شايفين تمام بالضبط هون شو اسم النقطة هاي حبابي هون سفر واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة إذن النقطة شو اسمها سينات ستة وصادات قدية سفر إذن ستة والسفر سفر الإقتران شو السفر يا حبابي اللي سواه سفر ست ستة إذا بتعوض العدد ستة بعطيك إيه الصفر هيك المعنى إذا انت مش فهم شعن صفر إقتران ضروري تحكي معي الإشي اللي بعوضه لمحل السين بعطي الإقتران سفر اللي هو مبقطع محور السينات طيب الفترة التي وقع فيها منحنة فوق محور السينات وين كان فوق محور السينات يضع من وين لوين فوق من هون من الستة لوين بظل ساحب اللي هي من الستة لا إيه لمالة نهاية شو هاي الرمز لمالة نهاية ستة بظل إيه ماشي وتكون إشارة شو مالها مو مو جبة طيب الفترة اللي وقع تحت محور السينات هي أنية الفترة يا حبايبك اللي هي من سالب ما لا نهاية صح لا وين لا ست لا ست هاي هي الفترة تحطهم مفتوح ومفتوح والمولق ومفتوح بغض النظر يعني مش ما قاعد ما نحن نفاهم كل إشارات كمان شوي فاهمكو إياه وتكون إشارته شو مالها سا سالبة إذا إذا بدأت عين الإشارة على خط الأعداد بعمل هيك قبل الستة شو بقت إشارته حبايبها هيو قبل الستة شو كان تحت خط الأعداد تحت محور السينات فإذا سالب وبعد الستة صار إيه فوق محور السينات فصار مو موجب بالطريقة six سلم هم تفضل إشارة الاقتران الخطة سين زائد ب وعندما الاسمط بهم هي نفس إشارة معامل سين لكن السين أكبر من صفر الاقتران وعكس إشارة معامل Hyun لكل سين أصغر من صفر الاقتران ليست لا mijلا أننا تفهموا بالطريقة وهؤening ولكي 7 هاي لا طبي ci استفهموها ولا يجم знаете أريد verz of about q على الطريقة اللي أريد أعطيك إياه ونعيني الله القيسة في مثال واحد كيف الحل طال لو معي في مثال واحد كيف باشتغل مشان اطول اشارة الاقتران تعود هيك يلا احفظ افهمها فهم ولا عمرك بتحفظ لا نفس معامل ولا عكس معامل بديش الحكيها بس بدي تعودها وتشوف كيف بتطلع اعين اشارة الاقتران قاف السين هاي قاف السين شو معطينا اربع ناقص اثنين سين صح ولا مش صح واحد شاطر قال شو اول خطوة بدي اطلع سفر الاقتران كيف يعني اطلع سفر الاقتران شو لحبايب الاشر بحطه محل سين بعطي الجواب هون سفر واحد بطل بقولك اثنين ضرب اثنين اربع ناقص اربع سفر ممتاز بس انا ما بحب الطريقة هاي بحب نحل ايه رسمي بقول طلع كيف اربع ناقص اثنين سين شو يساوي صفر هيك بساوي شو عكس الناقص اثنين سين زادي اثنين سين وهون زادي اثنين سين هاي مع شي بتطير شو بيضل هون عشقها هاي بيضل الاربع يساوي سفر زادي اثنين سين شو يساوي اثنين сين شو عكس الضربة حبايبي عكس الضربة القسمة اقصم على اثنين اقصم على اثنين هاي مع هي بتروح اربع تقسيم اثنين اثنين يساوي قديسين هاي طلعنا السفر طل بتقول لي ليش سوينا هيك بقول لك الحين بتسوي قط أعداد هيك بتحفظ هاي طريقة في التربية في التكعيبي في اي اشي بتعمل هيك فهي بحط خط العداد هون شو طلع السفر معي اثنين هايو الزهري بحطه في النص هاي في النص خذ عدد اكبر من اثنين وعوضه في الاختران هاد شايفو هاد يلا خذ عدد اكبر من اثنين بتقول لي بيدوغل الثلاث باقول له خذ هاي قاف الثلاث شو القالب الاصلي هايو شايفو يلا عوض اللي هي هي الاربعة ناقص اثنين هي اثنين وبدل سين شو بحط ثلاث ويساوي اربعة ناقص اثنين في ثلاث ست ستة اربعة ناقص ستة كديش يا حبايبي سالب اثنين طلع شو طلع الجواب معي سالب شعني سالب من ناتل اشارة بتكون هون ايه سالبة طيب خذ عدد اقل من اثنين يا بدي اخذ عدد اقل من اثنين خذنا عدد اكبر من اثنين أخذ عدد أقال من اثنين أخذ هاي قاف السفر ويساوي هاي أربعة ماقص اثنين ضرب شو ضرب سفر ويساوي بعوضنا في القالب هذا أربعة ماقص اثنين في سفر سفر أربعة ناقص سفر أربعة شو طلع الجواب هون موجب إذا موجب هاي موجب هون فهمنا كيف بعمل إشارة الاقتران موجب سالب بدك تأخذ تحفظ حفظ تقول نفس معامل إشارة سين وعكس معامل إشارة سين انت حر أنا هيك بقى أعمل لك إياها بتضطرش تحفظ أي شيء انت حر أنا دائما بشجعك بعمل بالطريقة هاي مش غلط تأخذ تابعة للكتاب بدك تحفظ تابعة للكتاب بدك تتعوض والبشجع عليك إذا كنت تعوض بيكون أحسن لك مئة مرة تمام طيب آخر إشي يا حبابي قلنا من العين الفترات يالله من وين لأوين موجب يالله موجب هايو باللون الأصفر من وين لأوين بتقول لهاي موجب طرع بقول من بحط الفترة هاي من وين هاي من سالب مالا نهاية مفتوح لأوين للتنين ومفتوح وبقول هون شو مالا سالب من وين لأوين من اثنين ياسف هون بتكون مغلقة أسفل النموعة الموجب اثنين لوين لما لا نهاية بتكون هون مفتوح طبعا هون اي مفتوحة مفتوحة دائما مع السالب حط الفترة مفتوحة مع الإشارة الموجب حط الفترة اي مغ مغلقة فضها هيك هاي هيك فكرة تمام تمام هاي إشارة الإغتران قافي قافي السين يساوي صفر عندما السين اي يساوي اثنين تمام تمام أنا آسف هاي بنحطها اي مفتوحة مفتوحة تمام يعني تخربطنا هون كمان مرة طب تمام يعني هون مفتوحة مفتوحة زي ما حطينا اول مرة تمام وعند السين يساوي اي اثنين بتكون ص صفر طيب ثالثة هاي إشارة الإغتران التربيعي يا ننوخذها الحين الإغتران التربيعي ونشوف كيف نتعامل مع نفس فكرة الإغتران الخطي واللي فيهم الإغتران الخطي رب مش راح تفرق معه الإغتران التربيعي أهم إشي تعرف ايه تطلع وتحيل معادلة تربيعية هذا هو الإشي المطلوب طيب وتام بالمنحة الإغتران المرسوم قافز سين يساوي سين تربيع ناقص أربعة وشرط الإغتران الموضح على خط العداد طيب شو شرط الإغتران الموضح على خط العداد؟ أقول لك من سالب ما لنهاية يعني من هون لسالب 2 زايد تمام؟ هاي لسالب 2 موجب تمام؟ طيب يعني فوق محور السينات ومن سالب 2 لـ 2 هاي من سالب 2 لـ 2 شو ما لتحت محور السينات إذن سالب؟ ومن الثنين لم أعلن نهاية موجب يعني A فوق محور السينات إذن بقطع المحور السينات في النقطتين النقطتين هاي هم سالب 2 تمام هاي سالب 2 واش النقطة الثانية الصفر هاي سالب 2 وصفر والنقطة الثانية اللي هي هون اللي هي 2 وصفر يقع منحن الاقتران تحت محور السينات في الفترة وين بيكون تحت محور السينات من سالب 2 إلى 2 هاي من سالب 2 إلى 2 يقع منحن الاقتران فوق محور السينات وين بيكون من فوق محور السينات يعني فترة بتقول لي من سالب ما لا نهاية لوين إلى 2 اتحاد هاي الاشارة شو اتحاد اللي هي 2 لمالة نهاية ومفتوحة ومفتوحة إشارة الإقتران موجبة في الفترة عن إيه فترة بيكون إشارته موجبة اللي هي فوق محور السينات كيف يشارته بتكون موجبة حقيقة من سالب مالة نهاية لأيه لسالب 2 واتحاد اللي هي 2 لمالة نهاية ومغلقة ومفتوحة بتكون مفتوحة مفتوحة بينما إشارته سالبة في أي فترة إشارة سالبة بتكون هاي من هون لهون تحت محور السينات بين سالب 2 و2 أصفار الإقتران شو اللي بيطلع لأصفار اللي هي سالب 2 و2 اللي بيكون عنده ايه صفر في قيمة السينات وين كان صفر الصادات هون وين الصادات كان صفر هون هاي هي كانت على الرسمة وكثير مهمة إذا ما استوابعت من هايش يعني عادي ما تخاف يعني كمان مرة منتشاور عليها ومنحكي معها طيب نحكي في الموضوع طيب تمام نطلع على نشاط خمسة طلع على نشاط خمسة كيف بدنا نعمل فيه قال لك أعين إشارة خاف السين يساوي سين تربية زائد 3 سين ناقص 10 شو أصفار الاختران كيف بطلع على صفار الاقتران ليش زي هيك طلعوا كيف هاي بأخذوا بأخذوا عشاقة هون هاي سين تربية زائد 3 سين ماقص 10 هبأي بي هاي معادلة ايه تربية بتنحل بشو باستخدام الاق الاقواس بفتح قوسين وبقول عددان حاصل ضربهما قدي سالب عشرة هاي ايش عددين حاصل ضربهم قدي لازم يطلع سالب عشرة وحاصل جمعهم قديش لازم يطلع موجب ثلاث وجمعهم قدي بدي يطلع ثلاث بالموجب شو هم العددين هذول يلا نفكر مع بعض واحد شاطر وبطل قال لي اتنين وخمسة بقول له صح 2 ضرب 5 باعطيني 10 بس لازم في واحدة تكون منهم سالب وواحدة موجب واحد ثاني بقول لي جميعهم لازم يعطي موجب فهذا تكون سالب وهاي موجب سالب 2 في 5 سالب عشرة اذا انت مش فهم شي يعني سالب مش فهم شي يعني ضرب هاي الدرد صلى مشيلك اسطح يا حبايبي لتكون فهم شي يعني سالب موجب شو بعطي تكون فاهم كيف تجمع السوائل تكون فاهم كيف المعادلة التربية شو يعني تربية إذا هاي مش فاهمها ما تردد تواصل معي والتاني يا حبايبي اللي هي هاي هون سالب 2 زائد 5 سالب 2 زائد 5 بعطين ايه 3 بحط هون سين وبحط هون سين بأخذ العددين مرة سالب 2 ومرة ايه 5 بالموجب إذن هاي الحال سين ناقص 2 وسين زائد 5 عرفتم ما جابوا 2 ونناقص 5 إذا نصفر الإقتران شو همه اللي هي سين ناقص 2 بقول يساوي صفر ومنا سين يساوي 2 عكس ناقص زائد زائد 2 زائد 2 فسين يساوي 2 والتاني يا حبايبي سين زائد 5 يساوي صفر ومنا ناقص 5 ناقص 5 ومنا سين شو يساوي سالب 5 طيب بنحط إذن أصفر الإقتران شو هي 2 وسالب 5 أرسم خط الأعداد وأعين عليها أصفر الإقتران طيب حبايبي هاي خط الأعداد وأعين عليها أصفر الإقتران هاي السالب 5 اللي طلعت هون وهي 2 اللي طلح هون طيب بأخذ الحين عادة تطلعوا أقل من سالب 5 شو عدد أقل من سالب 5 سالب 6 خذ أقل من سالب 5 له سالب 6 بعوض وين في قافي السين بدل سين تربية بحط سالب 6 تربية بتطلع 36 ثلاثة في سالب سين ثلاثة آسف في سالب 6 بدل سين سالب 6 سالب 18 وناقص 10 ناقص 10 36 زائد سالب 18 ناقص 10 بطلع 8 إذن شو مالة أكبر من السفر؟ قيمة موجب إذن شو منقول هاد متزايد من هون له موجب قيمته موجب فوق محور السينات آسف فوق محور السينات قافي السالب 7 يضمن عبد سالب 7 بدل سين سالب 7 تربية زائد 3 في سالب 7 ناقص 10 ويساوي 49 زائد سالب 21 ناقص 10 هاي بصير 49 زائد الناقص 21 ناقص 10 وبيطلع حبايب هذن الاشيء 18 18 كمان قيمة موجبة هاي كمان عدد أكد للحكي هذنه موجب طيب خذ الحين عدد ما بين حبايب السالب 5 والتنين هو شو أخذ السالب 3 أنا بقيت دائما تأخذ السفر تأخذ السفر برأيحك رح يعطيك دائما قيمة سالبة هاي هون شو أعطانا قيمة سالبة فمعنات الاختران شو ما له هنا بيكون متناقص وخذ الواحد يال هادخن عوض الواحد هاي كمان واحد قل لك أنا مش مصدق يالوا عوض الواحد الواحد بين السال 5 والتنين بدل السين واحد وعليه تربية زائد 3 في 1 ناقص 10 واحد تربية ما هي واحد 3 في 1 تلات ناقص 10 واحد زائد 3 أربعة ناقص 10 سالب 6 وكمان طلعت شمالها سالبة القيمة اذا متناقص طيب قال لك واحد خذ الحين اكبر من الاثنين شو اخذ هو عددين الاربعة والستة اخذ الاربعة عوض بدل سين 4 تربية 16 وبدل 3 السين هنا 12 ناقص 10 16 زائد 12 ناقص 10 قد يطلعت 18 إذا قيمة موجبة والستة حبابي بعوض محل سين 6 أي ستة تربية زائد 3 في 6 ناقص 10 اللي هي 36 زائد 18 ناقص 10 اللي هي ثمانية زائد 6 أربعة واربعين كمان موجب فهناك شمالها متزاة متزايد وعين إشارة ايه الاختران أخذت الأعداد عيلناه واكتب الفترات اللي بيكون فيها موجب والفترات اللي بيكون فيها الاختران سالب وكيش الاختران بيكون موجب يا حبابي هاي بتقول لي موجب من من وين لوين من سالب ما لنهاية لسالب 5 مفتوحة مفتوحة اتحاد اتنين وما لنهاية مفتوحة مفتوحة وبيكون سالب من سالب 5 لتنين بتكون هون مفتوحة مفتوحة هايها من هون بالطريقة هاي سالب 5 لتنين مفتوحة مفتوحة هذه هي حال نشاط 5 اللي فيه نشاط 5 باعتبار الدارس إله خلاص طيب فيه واحد بدو يحفظ بيقول لك اطلع إشارة الاقتران التربية بتكون عكس إشارة معامل سين تربية بين صفرية الاقتران ومعد ذلك فهي إشارة معامل سين تربية ويمكن توضيح ذلك بشكل حيث لا ميم هما صفران الاقتران هنا من عين السفرية وهنا منقول عكس إشارة المعامل هون نفس وهون نفس تمام معامل سين إذا بقى سالب بتحطه هنا موجب إذا بقى موجب بتحطه إيه سالب لا شغل علي أنا دائما بأيد إنك تعوض وتريح رأسك طيب شوف نشاط ستة انحل نشاط ستة مع بعض درس حلو وسهل بس بده إيه بده تركيز شو بده بده تركيز وعيني شرط الاقتران قاف الذي قاعدته هو واحد ناقص سين تربية أول شي بتقول واحد ناقص سين تربية شو ساوي صفر دطلع الأصفال شو عكس الناقص بقول زائد سين تربية زائد سين تربية هون ما حي بتروح واحد شو يساوي سين تربية شو عكس التربية الجذر الجذر فالسين شو يساوي جذر الواحد الجذر الواحد شو بعطيني بتقولي الواحد وسالب واحد ليش شو العدد البضر وفنسه بعطيني واحد قلي واحد بقولك صح والسالب واحد بضر وفنسه شو بعطيني واحد واحد إذا شو أصفار الاقتران اللي هي الواحد والسالب واحد إشارة معامل سين تربيه ما هي إشارة معامل سين تربيه هون سا سالبة ليش هي م encant Team إشارة الإقتران موجبة عكس إشارة معامل سين تربيه وين ستكون إحبايبي إشارة الإقتران موجبة عندuka هي من سالب 1 ل 1 ليش لأن هنا عكس وهون نفس وهون نفس لن تحفظها يحفظها. بدك تأخذ عدد بينهم. خذ السفر. واحد ناقص صفر واحد. رح تطلع هنا موجب. تمام. على طول. خذ أقل من السفر. هن رح تطلع سالب. وهن رح تطلع سالب. ما فيش مجال. شرط الاقتران سالبة. نفسي شر معامل سين تربيع في الفترة. اللي هي من سالب مالا نهاية. على سالب واحد. مفتوح. مفتوح. اتحاد. من واحد لما لا نهاية. كمان فترة مفتوحة. فترة مفتوحة. إذن بقى منحنى الاقتران في فوق محور السينات. وين بقى فوق محور السينات. اللي هي من سالب واحد لواحد. هاي من سالب واحد لواحد. فترة مفتوحة. وبقى تحت محور السينات. يا حبايبي. اللي هي في الفترة. هاي اللي هي. سالب مالا نهاية. لسالب واحد. اتحاد. واحد لما لا نهاية. بمنا كيف السؤال نشاط ستة بالطريقة حالة بدك تعوض عوض وأنا بشجعك دائما تعوض أريح عشي تعوض طيب أرسم منحنا الاقتران سين تربية زايد ستة سين زايد تسعة العثور كيف Professional أغيったほう نقوم بتحدث لي هاasant أخبض سين تربية عددين الاسعة سين تربية تمام؟ أرسم الإقترانة ما تذكرون هذه رسمة سين تربية تمام؟ هذه رسمة سين تربية هذه رسمة سين تربية لتكون حفظها طيب زائد ثلاث وين بدأ يروح؟ بدأ يروح يا حبابي طبعا جوبا القوس بدأ يروح إلى اليسار ثلاث خطوات هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة بتصير هنا هاي سين زائد ثلاث تربية سين زائد ثلاث تربية يلا الحين شو بدنا نعمل بدنا نطلع أصفار الأقتران وين يا حبايبي الأقتران ضرب أصفاره تمام بدقل لي أصفار الأقتران كانت عند وين ضرب عند السالب ثلاث السالب ثلاث يا حبايبي هو الإشي الوحيد هاي اللي قطع السينات عند السالب ثلاث هاي إيه السالب ثلاث طيب يتأكد هل عن جدلنا بتطلع السين زائي الثلاث هاي سين زائي الثلاث تربية شو بيسويها صفر هاي بنقول سين زائل ثلاث يساوي صفر إذن سين شو يساوي سالب ثلاث ناقص ثلاث ناقص ثلاث سفر ناقص ثلاث ناقص ثلاث فاهمين حلناها بسرعة إشارة معامل سين تربية شو إشارة معامل سين تربيع هون يا حبايبي إشارة معامل سين تربيع مو موجب وعين إشارة الإقتران على خط الأعداد عين إشارة الإقتران على خط الأعداد هاي على خط الأعداد شو عند السفر عند السالب 3 فيش له قبل السالب 3 شو كانت الإشارة فوق محور الصينات موجب وبعد السالب 3 كمان ضلوا فوق محور الصينات كمان ضلوا موجب إذن دائما موجب يقع منحن الاقتران فوق محور الصينات في الفترة من سالب مالا نهاية الآن 3 مفتوح مفتوح باتحاد اللي هي 3 لما لا نهاية كمان مفتوح مفتوح أتعلم إشارة الإقتران التربية إشارة معامل سين تربية إلا عند الصفر الإقتران إذا كان له صفر واحد فقط بنفس الطريق هلنا إلى صفر واحد يعني ما إله صفرين طيب سؤال 8 تأمل منحن الاقتران في شكل المجاور ثم أجيب عن الأسئلة التي تليه هاي منحن اقتران جاهز هل قطع المنحن محور الصينات لا يقع منحن الإقتران فوق محور الصينات في أي فترة في كل الفترات هاي من سالب ما لا نهاية لوين لا ما لا نهاية أعين إشارة قاف السين على خط الإعداد واكتب قاعدتها هاي إشارة قاف السين راح يضلوا إيه موجب ما فيشي أصفار إله أنا ما قطع محور الصينات ما إله أصفار طيب شو قاعدتها لإقتران هات هاي رسمة إيه بذلك نحفظها سين تربية صح مصبوط طيب معدلين عليها شغلات شو عاملين هاي الرسمة الأصلية سين تربية بس شو رايحة على اليمين اثنين فبقول سين ناقص اثنين تربية تمام وشو عاملين لها كمان مطالعين لها كمان قد وحدة زائد واحد هل هذا الإشي ممكن يكون عمره سفر لا ولا عمره ممكن يكون سفر ليش لأن سين ناقص اثنين يوم بدك تربحها مستحيل تطلع سالب شو قاعدته هاي سين ناقص اثنين تربية زائد ا زائد واحد إذن إشارة الاقتران التربية إشارة معامل سين إذا ما قطع المنحنة محور السينات دائما بأيدي حبابي أنك تعوض دائما عوض ما تحفظهم بالطريقة هاي وفكر ما العلاقة بينهم مميزة العبارة التربيةية المرافقة الاقتران التربية وإشارته ها الحنة بنوخوض على المميز باتر بي ناقص 4 ألف جيم بس هو مش حاطلك يعني على القانون العام الحيل إشارة القانون العام باتوقعش حدا يجيب إنه الحيل إشارة القانون العام إلا ذا كان بكرهك يعني هادي المعلم ذات فالت سيجيب إشارة القانون العام يعني بيجيب بس الشيء مش مهم اين شوف يا حبابي إشارة الاقتران النسبة إشارة الاقتران النسبة كثير سهل يعني هو أصلا الخلاصة بالإشارة أهم شيء إشارة الاقتران النسبة يسمى الاقتران اقتران النسبة إذا كانت قاعدته على الصورة الآتية لام السين على أي علامين السين ولام وميم كثيرا أي حدود وميم السين لا يساوي الصفر تعيني إشارة قا في السين بدي أعين اللي فوق طلعو بدي أعمل اللي شارة اللي فوق شو بأقول سين زائد ثلاث يساوي الصفر تظل عصفر وإذا سين شو يساوي عكسا ناقص زائد ناقص ثلاث ناقص ثلاث سين شو يساوي شو يساوي سالب ثلاث بحط هون سالب ثلاث طلع هون هاي هون سالب ثلاث طيب إذا كانت سين أكبر من ثلاث لحبابي من سالب ثلاث آسف شو بتكون الإشارة موجب صح؟ خذ عوض سفر زائد ثلاث ثلاث موجب طيب خذ أقل من سالب ثلاث سالب أربع زائد ثلاث سالب هون بتكون إيه سالب طيب وهون من العين إشارة المقام شو المقام؟ هاي المقام سين تربية ناقص اثنين سين ناقص ثلاث هاي طلع سين تربية ناقص اثنين سين ناقص ثلاث بدي أفتح قصين مرة سين ومرة سين عددان حاصل ضربهم سالب ثلاث ومجموحهم سالب 2 هاي هم ضربهم شو بدي يعطي سالب 3 وجامحهم شو بدي يعطي سالب 2 شو ليدين بضربهم بعطي سالب 3 اللي بتقول لي فيشي الله الواحد والثلاث صح بس واحدة بدأتكون موجب واحدة تكون سالب وعشان نطلح هون سالب تكون الثلاثة السالب وهنا واحد زائد سالب 3 اذا شو العددين واحد وسالب 3 مرة زائد واحد ومرة ناقص ثلاث طيب يوم ما بدنا نطلع الاصفار يلا بقول اما اذا انت ما بتعرف تطلع الاصفار لازم تحكي معي صفر شو عكس الزائد ناقص ناقص هاي ما حابيت روع سين شو ساوي سالب واحد والثانية بنقول سين ناقص ثلاث شو ساوي كمان صفر شو عكس الناقص زائد ثلاث زائد ثلاث فسين شو ساوي ثلاث بهاي الطريقة فطلع سالب واحد وثلاث فهون شو بنحط هون بنحط السالب واحد وهون بنحط الثلاث ديروا بالكم وهو سنخط العدد لازم يكون مرتب لازم يكون كله تحت بعض طيب شو الإشارة يا حبايب يخذوا السفر ناقص هون سفر سفر ناقص اثنين في سفر اللي هي سفر ناقص سفر سفر ناقص ثلاث فهيكون هون سالب ولا طلح هون سالب فمعنات الثانية شو بدي تطلع موجب اه وبدك تقول شو معامل سين موجب شو عكسه سالب ونفسه ايه موجب حقك اعمل اللي بدك طيب الحين بتيجي الامور طلع شو هنالاصفار ثلاث بنزلها هون شو هنالصفر سالب واح بنزلها هون شو هنالصفر سالب ثلاث بنزلها هون طلع احنا كيف بطلع الاشارة الاخيرة للاقتران النسبي نفس الحكي موجب ضرب موجب شو بعطيني موجب او قسمة موجب موجب تقسيم سالب شو بعطيني سالب طلع موجب مع موجب شو بعطيني كمان موجب وسالب على موجب بعطيني سالب وهي طلع الاقتران إشارة الإقتران على خط الأع العداد طيب نشوف نشاط عشرة بنفس الطريقة نحلي لكم نشاط عشرة بوضح أصعب إشي حبيب ملخص الدرس اللي هو بيكون الإقتران النسبي يمكن في عند إقتران خطي وإقتران تربية يلا بطلعوا معي هون أعين إشارة في السين اللي يساوي 5 على 1 زائد سين وسين اللي يساوي سارب 1 شو إشارة البسط حبابي موجب ليش فيش اللقاء الخمسة اقتران ثابت أعين إشارة البسط على خط الأعداد هاي بمسك البسط في أصفار ما فيش أصفار بخطه كله موجب ولا عمر رح يطلع سارب طيب المقام 1 زائد سين أو سين زائد 1 ما بتفرقش بقول 1 زائد سين شو يساوي صفر دي حط الأصفار شو عكس الزائد 1 ناقص 1 ناقص 1 هما حاوم بتروح سين شو يساوي سالب 1 إذن هون قد سالب 1 طيب خذ عدد أكبر من السالب 1 خذ السفر 1 زائد 0 قد بعطيني 1 إذن هون موجب خذ عدد أقل من السالب 1 عضو هون 1 زائد سالب 2 بعطيني السالب هون يالله آخر يشي بنزل السالب 1 زي ما هو وبقول موجب مع موجب موجب وموجب مع سالب بعطيني سالب إذن شو إشارة الإقتران النسبي هاي إشارة الإقتران النسبي كثير سهل نشاط عشرة ما تخافوا يا حبائبي إذا في عندك مشاكل في المعادلة التربعية بترشي تطلع الأصفار شفت على المعادلة التربعية بترشي تطلع مميز بها تربية نقص 4 ألف جيم يعني احكي معي ما ترد تواصل معي إذا المعلم أعطاك إنك تحل بالقانون العام عادي نعطي حصة إن كيف نستخدم القانون العام مش عشي صعب طيب نروح يا حبائبي الحين على تمرين ومسائل ونشوف سؤال واحد وعين إشارة كل من الإقترانات الآتية أول وحدة هالسين يساوي أربع ناقص حل مع بعض أول شي شو هذا اقتران شو نوعه؟ اقتران خطي بدك تحفظ احفظك تحل زي ما أنا بحل حل زي ما أنا بحل أول شي بوجود الأصفار بقول أربع ناقص صين يساوي أصفر ومن الحكي هذو شو عكس ناقص صين زائد صين زائد صين وهي ما حي بتزحلك فأربع يساوي قدي صين تمام وبعدين بعمزك خط الأعداد هاي خط الأعداد وبعوضهم شو بحط السفر بحط السفر هاي الأربع تمام بدك تمسك على نفسه وعكسه وكمان نفس معامل سين وعكس معامل سين انت حر أنا دائما بقولك ما تحفظش خذ عدد أكبر من الأربع وعوضه في الاقتران هذو بدك تأخذ خذ الخمسة على سبيل المثال هاي بناخذ الخمسة هاي ها لا الخمسة شو يساوي أربع ناقص خمسة شو بعطين الإشي هذو؟ سالب واحد صح؟ يعني شو مال السالب واحد أقل من السفر إشارة شو مالها سالبة إذن يوم ما بيكون بعد الأربع شو بيكون تحت محور السينات طيب خذ إشي أقل من الأربع ودائما بأي تغذي السفر يه اللي هي أربع بدل سين شو بحط هون؟ سفر أربع ناقص سفر شو يساوي أربع وتطلع من الإشارة شو مالها مو؟ موجبة وهي إشارة هال السين على خط الأعداد موجب سالب بدك تمشي على القانون تمام امشي على القانون إذن بقول متزايد آسف قصدي موجب آسف فوق محور السينات هاي موجب هنحبكوا عليه مظلنا تخربط في الإشياءات طيب تمام بين سالب مالها نهاية لوين للأربع وبنقول سالب من وين لوين من الأربع وبيضل مكمل لوين للمالها نهاية وهي هجازة ها للسين نروح على اللي بعد هاي عين السين ما عطينا إياها اقتران يعيني كله بالسوالب طيب تمام سكي إنه هالاقتران مضروب في سالب طلعوا عين السين يساوي سالب أربعة ناقص أربعة سين ناقص سين تربية واحد بطل قال لخذ سالب وريحني خذ السالب عام المشترك وخذها لأن هذا السالب مغلب منه على الفاضي خذ السالب عام المشترك شو بتصير عندي بصير سين تربية زايد أربعة سين زايد أربعة صح طيب امسك هاي شايف اللي اياها هاي وحل اللي اياها وشوف شو بتطلع سفر عددين طلعوا هاي بامسك هان سين تربية زايد أربعة سين زايد أربعة بفتح قسين وطبعا هون يساوي الصفر بحط سين وبحط سين عددين حاصل ضربهم أربعة ومجموحهم أربعة اللي هما اثنين سين زايد اثنين وسين زايد اثنين في غير اثنين واثنين لا طيب بامسك هاي السالب برا هاي السالب ما بتنساه بحطه هاي سالب شو بيكون هون عندي حبايبي سين زايد اثنين وسين هون ايه زايد اثنين شو يساوي صفر مزبوط طيب السالب ما فيه له قيمة لأنك تقدر تقسم على سالب و 0 على السالب بروح فأهم شيء شو بيكون عندي مفتاح الحال هون سين زايد 2 شو ساوي 0 أو سين زايد 2 يساوي 0 إلا 0 1 شو عقس الزائد ناقص 2 ناقص 2 هاي ما حابت روح سين شو يساوي سالب 2 وبأمسك على خط الأعداد ما فيش اللي 0 1 هاي 0 1 أريح لي هاي هو السالب 2 واحد بطل بيقول لي أنا بدي حافظ على هاي حافظنا القواعد بيقول له حقك أنت مش غلطة 100 من مرة يوم تعوضوا القواعد بس أنا دائما بأيدك خذ عدد أكبر من السالب 2 خذوا أريح إيش إيه السفر وعوض هنا سفر يلا عوض سفر هاي سالب 4 هاي في الاقتران هاي ناقص 4 في 0 ناقص 0 تربية وسالب 4 ناقص 0 ناقص 0 شايف ما السالب مخلطتش دقيقة سالب 4 فهم بطلع الجواب إيه سالب وإذا كان هنا سالب أكيد تعد يكون ايه مو موجد على طول إذا كنت تتأكد خذ إيش أقل من السالب 2 وهو سالب 3 هاي سالب 3 تمام خذ قاف السالب 3 هاي سالب 4 ناقص 4 في سالب 3 اللي هي قاف السالب 3 أو عين السالب 3 وهنا عندي عين عين السالب 3 يساوي سالب 4 ناقص 4 في سالب 3 ناقص سالب 3 تربية شوف ناقص 4 ناقص الناقص بصير موجب 4 في 3 12 ناقص 9 سالب 4 ناقص 9 يا حباوي شوف يقديش بيعطيني طبعا هنا بالظبط طيب سالب 4 ناقص 9 بعطيني سالب 13 سالب 12 شوف يعطيني سالب 13 يعني تخربطنا بيظلوا على نفس راح ولا عمره هذا بيكون فوق محور السينات ولا عمر راح يكون هذا فوق محور السينات تمام يلا هي سالب 3 100% حكي هؤل سالب 4 ناقص 4 في سالب 3 ناقص سالب 3 تربية سالب 13 زائد 12 بعطيني سالب 1 وظلوا سالب راح يظلوا مكمل سالب شايفي شرطه ضلت سالبة دايما بقول لك عوض عوض أريح إشي تمام يعني هي أنا تسرعت فيها والصح لازم عوض وهي عوضنا ومشت تمام نروح على سؤال تاني بعد بعد نروح على جين جيم شو قالنا سالب 1 على سين وهذا اقتران شو ماله نسبي أول إشي الباست شو شرط الباست واحد بقول لي شو شرط الباست بقول لي هاي خط عداد الباست كلها تسالب ليش في الشي له هذو اقتران ثابت طيب والمقام هاي المقام بحط ها فرعوا المقام سين بقول لي ساوي ايه صفر شو السفر سين شو طلعت سفر على طول ما بدأ حل بحط هنا الصفر إشي حبايبي أكبر من السفر عوض محله بعد السفر واحد يوم بحوض محل سين واحد بعطيني موجة بإذن هنا موجة وعوض تحت السفر سالب بعطيني هنا سالب صح خذ إشارة حبايبي آخر إشي الاقتران هاي ميم السين إشارة ميم السين شو يساوي طبعا تنقل ايه الأصفار هاي سفر في الشي لهو موجة مع سالب هاي سالب مع موجة شو بعطيني سالب سالب مع سالب بعطيني ايه موجة لأنها هي قسمة هاي إشارة ميم السين نروع اللي بعده طيب ده بنفس الطريقة طيب ده طيب حلو طبعا سين ممنوع تساوي ايه أربع ليش بعطيني كمية غير معينة طيب ما علينا سين تربية زائد ستة سين زائد خمسة بدي أبحث إشارة الباست هاي إشارة الباست في الأول تمام بقول سين تربية زائد ستة سين زائد خمسة يساوي قد دي صفر وبأفتح قسين هيقاوس وهيقاوس هنا سين وهنا سين عددين حصل ضربهم خمسة ومجموحهم ستة شو هما بتقول اللي هي خمسة وواحد صح خمسة ضرب واحد خمسة وخمسة زائد واحد ستة وهي سبطة إذن شو الأصفار بقول إما سين زائد خمسة يساوي صفر هاي سين زائد خمسة يساوي صفر أو سين زائد واحد شو يساوي صفر ومن الحكي هذا سين شو يساوي هون سالب خمسة شو عكس الزائد ناقص ناقص على طول هون ناقص واحد ناقص واحد بنقص الطريقة فسين شو يساوي هون سالب واحد تفهمنا كيف أجد سالب خمسة وسالب واحد بأمسك خط الأعداد تمام للبسط هاي خط الأعداد تبع البسط وشو بحط بحط الصفرين هون بحط السالب خمسة ديروا بالكم تكون دقيق وهون شو بحط السالب واحد وبعين الإشارة بدي أخذ أعداد عوض أعداد في هاي يعني عوض أعداد في البسط اللي تشوف عوض أول إشي إشي أكبر من السالب واحد شو يش أكبر من السالب واحد السفر هاي قاف السفر هاي هون للسفر اللي هي بدل سين تربية شو بحط سفر تربية وبدل ستة سين ستة في السفر زائد خمسة شو بعطينا على أberحكي خمسة موجب إذن هون موجب سمناها طيب عوض إشي بين السالب خمسة والسالب واحد اللي هو سالب اتنين عوض هيقاف السالب اتنين اللي هي سالب اتنين تربية زائد 6 في سالب 2 زائد 5 اللي هي 4 زائد سالب 12 زائد 5 وبعطيني هون سالب لو تجد تحسبها سالب 3 وهنا شو بتعطيك سالب وأكيد إذا بتأخذ إشياء أقل من السالب 5 اللي هو سالب 6 رح يعطيك مو موجب تمام خذ السالب 6 تربية 36 زائد 36 في سالب 6 سالب 36 هاي ما هي بتشطب ضلل 5 بتعطيك مو موجب هاي إشارة البسط شو هل حنا بدنا إشارة مين إشارة المقام تمام وبنحط هنا إشارة مين المقام طبعا بدك تكون دقيق في خط الأعداد هاي بقول سين ناقص 4 شو يساوي صفر ومنه سين شو يساوي 4 ليش زائد 4 زائد 4 طلات على طول سين يساوي 4 وين الأربعة بحطها بحطها هان غلط موجب تنحطهم دير بارك هيكون عندك إيه خطين الأعداد متوازيات مع بعض يعني ما بزبطوا تحط الأربعة هنا في النص غلط يا حبايب لأنك انت حط السالب واحد هون فهناك سالب زيح على يمين شوي بعدين برسم خط الأعداد النهائي سالب خمسة بتنزل هون والسالب واحد بنزل هاي ها هون تماماك تحط خطوط صغيرة حط ما في أي مشكلة تكون كلها تحت بعض هاي سالب واحد والأربعة بتنزل هون يالله الحين شو إشارة هاي صحيح ما طلعنا إشارة الباست المقام أنا آسف خد عدد أكبر من الأربعة خمسة ناقص أربعة موجب فهنا موجب وتحت شو بدأ تكون أكيد سالب يوم تاخد ثلاث ناقص أربعة سالب واحد يالله موجب مع موجب شو رح يعطيني موجب موجب مع سالب شو رح يعطيه سالب سالب مع سالب شو رح يعطي موجب وموجب مع سالب شو رح يعطيه سالب وهي طلعت الإشارة تبعت دال أصعب إش ممكن يجي زي دال فيش شي أصعب ممكن يجي من دال دال هي فيها كل الأفكار مع بعضه إذا أنت فهم التاب بكون انتهى الأمر طيب نتطلع على سؤال اثنين وبيكون دارسنا انتهى طيب تمه طيب أعيني شعرة قاف في السيقاف على الفترة ثلاثة لأربعة سالب ثلاثة لأربعة بحط خط الأعداد هاي من سالب ثلاثة لأربعة هاي الفترة من سالب ثلاثة لأربعة هاي من هون شايفين هاي سالب ثلاثة لهون لوين للأربعة هون يلا وين قطع محور السينات بكون الأصفار وين قطع محور السينات على سالب ثلاثة قطع مية بالمية وعلى الأربعة ما قطعوا على الثلاثة قطع اذا على سالب ثلاثة وعالثلاثة قطع الاقتران وين قطع كمان عند الس عند السفن طيب تمام وين كان الاقتران يا حبايبي تحت محور السينات بتقول لي من سالب ثلاثة لسفر وين كان تحت محور السينات في شارط وشمالها سالب شايف ما اسهل الرسم وبعديها من سفر لثلاثة وين كان فوق محور السينات اذا بكون موجب بس للثلاثة ديروا بالك طيب ومن الثلاثة الاربا يا حبايبي شو مضاها مضاها ينزل تحت محور السينات فهو سالب وهي حبايبي اشارة الاقتران قاف السين على الفترة سالب ثلاثة واربا ما بدي بعديها ولا بدي قبليها بس بدي من سالب ثلاثة لاربا فهمنا كيف تمام يعني بهاي الطريقة وهيك حال سؤال اثنين هل الدرس صعب الدرس مش صعب بده تمرين بدي يكون عندك أساس في الرياضيات عندك الأساس بتمشي الامور وعندك أساس بتوقع انك ما فهمتش ولا اشي من الدرسات تمام نشوك ان شاء الله في الدرس قادم الى اللقاء اشتركوا في القناة